تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه وباسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والآثار في ليبيا وخلال اجتماع مع عدد من قادة القوات المسلحة وجه السيد الرئيس بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنصيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية كما أعلن الحداد لسلاسة أيام تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدد من قادة القوات المسلحة لبحث سبول تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضوا لها ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية والليبيا بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي الأول اللي إحنا في البداية كده لقدم التعازي باسم الشعب المصري باسمكم لضحايا الكارثة الإنسانية اللي حازز في زلزال المغرب أو في الفيضانات اللي حازز لأشقاءنا في الليبيا ويمكن من الدقاء اللي إحنا موجودين في ده النهاردة أنا عارف متشغالين في الموضوع بقالكم يومين تقريبا عمل تنسيق مع الأشقاء على إن إحنا يعني إذا كان فيه ممكن بتوضع شديد إن إحنا نقدم دعم ومساعدة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات اللي موجودة هناك متشغالين في ده وأنا حابد بس إن أنا من خلال النقاطة معكم أبقى متطمن على إن إحنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجوية جوا يعني أو بالقوات البحرية البحرية أو براً بالنسبة لأشقاءنا في الليبيا لأن حجم الدرر اللي موجود كبير قوي وطبعاً محتاج من إن إحنا كلنا تكاتف مع بعضنا البعض في الظروف الصعبة لهم أنا اللي يهمني في النسبة يعني في عمالي التنصيق نبقى المطالب اللي هي اللي فعلاً هتبقى تقدم تأثير أو تسيل للكرسى اللي موجودة وطبعاً إذا كان أتقل إغاثة إذا كان أتقل إغاثة إذا كان أتقل إغاثة إذا كان مهدات مقبولة إذا كان معسكرات حتنشأ يعني أنا عارف طبعاً إن إحنا في سبع تيارات دلقتين جاهزين للانطلاق حسب وبرضو بالنسبة لليبيا أتصور إن إحنا محتاجين يعني وبسرعة لإن حجم الضرر الناجم عن الفيادانات هناك كان ضخمة جداً وإحنا الأخبار والمعلومات الوردة بتحتاج إن إحنا نتحرك بكل بكل قدراتنا وأنا أعرف إن قدرات الجيش قدرات قوية وقادرة بفضل الله سبحانه وتعالى مع الجيش الليبي إن شاء الله ننسق معهم ونتحرك سواء كان في فرصة نحن نخش بالبر معهم أو بالقوات البحرية أيهم وأسرع يعني أو بالقوات الجوية طبعاً إحنا 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 نعمل أعمال لتعبيد طرق وغاسل المناطق المنكوبة بموادات مهندسين وأتصور إن إحنا محتاجين نعمل كده يعني أن إحنا موادات مهندسين بسرعة أنا أكلمت لقارئ المطالب الغربية الصبح وإقلم فيه يعني فيه إبراق حالي ممكن يتم بس طبعاً إحنا بنكلم على حجم عمل ضخم، تبتلقوا في ثلاث مدن على الأقل، مش كده بحاجة، في ثلاث مدن على الأقل حصل فيهم ضرر كبير أوي، وبالتالي يحتاج دعم قوي لأن ده أشقاءنا حيبوا بالضبع المشغولين دي بقت في ظروفهم. بس فإن شاء الله دي مهمة، مهمة مع الأشقاء، وذلك من إحنا كلنا نقف، سواء كنا قاقوات مسلحة وأنا فيه ثقة مبيرة جداً في القدرات وفي الإمكانيات وفرند الفعل، أو حتى في الشعب المصري اتجاه الأزمتين اللي موجودين فيه أشقاءنا في المغرب، أو عنده أشقاء في ليبيا وأنا بقول ده جهد متواضع جداً، للمشاركة في الأعلام والأحزان اللي تمت، واسمحوا لي أن احنا برضو نعلن الحداد ثلاث يام في إطار شكل من الأشكال مثل مواساة والتعاذي والمشاركة مع الأشخاص.